مجزرة جديدة أنا كنت أكلمك على جنين مجزرة جديدة في جنين اللي احتلال يطلق النيران على مين بقى؟ على الأطقم الطبية والأطقم إيه اللي بيحصل ده؟ إيه ده؟ ولسه العالم بيتفرج أو نلاقي للأسف الشديد رؤساء حكومات ورؤساء دول ولكن إزاي جماعة تطلعوا مذكرة توقيف بخصوص أعضاء في حكومة منتخبة ديمقراطيا؟ دول بيأتنوا الدكاترة والممرضين معانا على التليفون سيد علي أبو سرحان الباحث وعلى زوم سيد علي أبو سرحان الباحث والكاتب السياسي من بيت لحم فلسطين أهلا بيك سيد علي الله يسعد مساك ويسعد مسا الأخوة المشاهدين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي الكبير الله يخليك يسعد مساكم وكل أيامكم يا سيد علي والله كيف ترى ما يحدث الآن في ظل تصريحات دولية أراها مؤسفة مخزية إلى أبعد الحدود عندما يتحدثون عن رفضهم لتوقيف بنيمين نتنياهو ووزير دفاعه باعتبار أنهم المنتخبين ديمقراطيا ونحن نراهم يأمرون أوامر رسمية مباشرة بارتكاب المجازر وأخرها ما حدث في جنين هذا يأتي في سلسلة الإنكار لحقوق الشعب الفلسطيني والتماهي التام والكامل مع المشروع الصهيوني لأن الدول التي تدافع الآن عن نتنياهو هي بالأصل دول شريكة في إبادة الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وهي التي تعطل كافة مشاريع السلام عبر الأمم المتحدة وقرارات مجلس الآمن والجامعية العامة وأيضا ضرب الإنرواة وهي إحدى المؤسسات الهامة في الأمم المتحدة من أجل توفير الظروف التامة للكيان الصهيوني المتطرف بالحكومة المتطرفة من تنفيذ أجنداته ومشاريعه في تصفية القضية الفلسطينية من خلال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني فهذه الدول هي بالأساس شريكة بالأدوان على الشعب الفلسطيني وهي شريكة في حماية هذا المشروع العنصري الغريب الذي زرع في الجسم العربي في منطقتنا وبالتالي تسير ضمن هذا الإطار وضمن هذا المقطط وهي تعتدي على حقوق الإنسان وتعتدي على أفق السلام العالمي من خلال حماية وتوفير الحماية لمجربي الحرب في الحكومة الإسرائيلية وبالتالي هذا الموقف غير مستغرب وغير مستهجن الذي زود إسرائيل بالقنابل الوازنة بالأطنان لتفجيرها وإلقاها على الأطفال والنساء وعلى المستشفيات في قطاع غزة طبعا لن يأبى في الدفاع عن هذا الكيان فاليوم هؤلاء هم عبارة عن عتالة للقنابل التي تلقى على الشعب الفلسطيني وأيضا محامين للدفاع عن الجريمة ليس فقط على مستوى الشعب الفلسطيني وإنما على مستوى جميع الشعوب المقهورة والمظلومة في العالم فليس غريب الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكبت الجرائم في العراق وفي أفغانستان وفي العديد من الدول العالم أن تكون بعيدة عن الجرائم التي يرتكبها ربيبها نتنياهو وحكومة الصيونية الدينية على الشعب الفلسطيني لكن هذا يصل الأمر إلى حد من الفجاجة والتبجح فنصل إلى أن بايدن يقول أن القوات الإسرائيلية لا ترتكب إبادة جماعية يعني ألا نرى ألا نسمع ألا نشاهد هذا واقع يا صديقي لو نطقت الوقاحة لقالت اسكتوا هذا المجرم ولو نطقا لا منطق لقال هذا الإنسان خارج عن الكينون الإنسانية هذا الدفاع المستميت وهذا الإنكار للجريمة الإسرائيلية تأتي من رجل يقود أكبر دولة في العالم وهو شريك أساسي في الجريمة التي ترتكب ضد شعب الفلسطيني وغير مستغرب مثل ما ذكرت لك غير مستغرب هذه الوقاحة وهذا الإنكار أن يصدر من رئيس الولايات المتحدة الذي جاء إلى إسرائيل وقال ليس شرطا أن تكون يهودي حتى تكون صهيونيا فهو منتمي للصهيونية مثل مثل بن قفير واسمو موتريش وغلاة المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية فإذا كان الذي يجري في غزة ليس إبادة جماعية فماذا يمكن أن يوصف في القانون الدولي وماذا ممكن أن يعرف ضمن قوانين حقوق الإنسان الولايات المتحدة معروفة أنها تكيل بمكيالين فهي التي دفعت باتجاه محكمة الجنايات الدولية ضد روسيا وضد يوغزلافيا سابقا واليوم تتنكر لقرارات محكمة الجنايات الدولية وتهدد القضاة وكما قرأنا في العديد من الأخبار أن أحد المصادر الأمريكية قال لمستر خان بأن محكمة الجنايات الدولية وجدت لإفريقيا ووجدت للدول العالم الثالثة وليس للدول المتحضرة هم ينكرون علينا الوجود الإنساني وحقوق الإنسان وأن نكون كبقية الشعوب وينظرون إلينا بأننا شعوب من الدرجة الثانية يجب أن يجربوا أسلحتهم علينا ويجب أن يضعونا تحت التجارب لإنتاجية أسلحتهم وفعليتها وبالتالي يريدون استمرار المشروع الصهيوني بأبعاده الاقتصادي والسياسي والديني والاستراتيجي وهذا ما عنونه بايدون وبلينكين عندما قال أنا جئت كيهودي متضامنا مع عقيدتي وأبناء جلدتي وهذا هو الأنوان الأساسي التي تنطلق منه سياسة الوليات المتحدة في رهاية الجريمة الدولية التي تنفذها الحكومة المتطرفة في إسرائيل صحيح أنا أشكرك جدا سيد علي أبو سرحان الباحث والكاتب السياسي من بيت لحم فلسطين